السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير طلبة وطالبات اسطف الاول الاعداذي النهاردة ياولاد معايا فيديو جديد خاص بيكم هنحل مع بعض الاسئلة اللي موجودة على يونت 4 الوحدة الرابعة بالتحديد الدرس الخامس والسادس يعني اخر درسين عندنا في اليونت دي ان شاء الله باذن الله بعد ما انتهي من حل الوحدة دي هنزلها لكم على البيتج عندي بحيث يبقى متوافر عندكم الحل عن طريق صور وكمان الحل عن طريق فيديو لو عايز تفهم اه احنا ليه حلنا او اخترنا الاجابات دي بس في البداية اتمنى لو لست مشتركتش في القناة ونورتني دوس دلوقتي على كلمة اشتراك ودوس على علامة الجرز اللي موجودة جنب كلمة اشتراك علشان يوصل لك اشعار باي فيديو انزله ويا ريف لو عجبك الفيديو بتنساش تدوس على زرار اللايك دعم منك للمحتوى التعليمي اللي بقدمه ويالله بينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم طيب صفحة 184 اولاد 184 امثلة على التكنولوجيا اكيد طبعا تكون صدقات يعني ما تكونش صدقات مع اشخاص سيئين هنستخدم طبعا اللي هي الغليات علشان نغلي الميا علشان الشاي نمبر فور اي دونت لايك ماتش اي اكيد طبعا ماتش الشجر سكر كتير ان ما يكفي في القهوة بتاعتي نمبر فايف اكيد طبعا بوستر يعني يوجد ملصق عن التعليمات المدرسية متعلق على الوال او الحائط نمبر سيكس اكيد طبعا الباسبورد كلمة السر هي عبارة عن كلمة او رقم بتستخدمه علشان تدخل على الموقع الالكتروني نمبر سيفن يجب اللي انت تبقى امنا لما تخش على الانترنت نمبر ايت لما المية تكون سخنة جدا ايت بايلز بتغلي كلمة بايل يا ولاد معناها يغلي نمبر ناين المالك بتاع المصنع بيعطي العمال تعليمات نمبر تان there are some tea on the table اكيد طبعا باجز يعني يوجد بعض الاكياس بتاعة الشاي على التابل you can make tea تقدر اللي انت تستخدمهم طبعا علشان تعمل شاي نمبر 11 if you go to this website هنختار يا ولاد كلمة onto go onto this website يعني تدخل على الموقع الالكتروني ده you will find the information which you need هتلاقي المعلومات اللي انت عايزها يبقى عندي صفحة 186-186 نمبر 1 بيقول لي the message icon to send a text message طبعا الجملة يا ولاد بنبدأها بمصدر الفعل ده اللي بنسميه الأمر المثبت وبالتالي هنختار كلمة tab نمبر 2 friends with people you don't know to keep safe online هنختار don't make ده بقى الأمر المنفي يعني ما تكونش صدقات مع أشخاص انت ما تعرفهمش علشان تفضل آمن على الانترنت نمبر 3 always able lie to your friends أكيد طبعا بي هنبدأ بالمصدر دايما خليك مؤدب مع أصحابك نمبر 4 leave your bag while you are playing at break هنختار don't أمر من في أولاد يعني ما تسبش الحقيبة بتاعتك وانت بتلعب في الفسحة نمبر 5 speak loudly in the library أكيد طبعا هنختار never يعني إيه وعتتكلم loudly بصوت عالي in the library في المكتبة طيب عندي سؤال read and correct نمبر 1 don't tell your parent or teacher if you are worried about something يعني ما تخبرش والديك أو المعلم بتاعك لو أنت كنت قلق بشأن حاجة معينة لأ أكيد طبعا هنقول tell أخبر يبقى هنشيل don't نمبر 2 to put the hot water in a cup with a tea bag طبعا ده أمر مصبت يبقى هنبدأ بالمصدر put نمبر 3 being polite with your neighbors هاني خليك مؤدب مع جرانك يبقى هنبدأ بالمصدر اللي هو B 287 187 طيب عندي هنا ضيله جي أولاد دار ما بين علي ويمامته الأم بتكلم علي بتقول له علي رد عليها علي وقال لها ياسمم أيوة يا ماما رجعت الأم قالت له A here أكيد طبعا قلت له come here تعال هنا please لو سمحت يا علي رجع علي قال لها ياسمم what is that فيه ايه ماذا ما الأمر رجعت الأم قالت له stop playing on your phone and listen أكيد طبعا to يعني توقف عن اللعبة في الموبايل بتاعك and listen to me واستمع إلي I need you to do something أنا عايزك تعمل لي حاجة رجع علي قال لها ياسوك what do you want me to do عايزاني أعمل إيه قالت له please من فضلك ايه buy some sugar اشتري بعض السكر and take eat to your grandmother's house وخدهم لبيت جدتك أكيد طبعا قالت له go to the supermarket علشان يشتري لإيه السكر go to the supermarket فرجع علي قال لها ok mom ماشي يا ماما فقالت له a late قالت له طبعا don't come late ما تجيش متأخر أو ما ترجعش متأخر يا علي وأخيرا علي قال لها ok mom يعني ماشي يا ماما سؤال choose number one are these a clear enough أكيد طبعا هنختار instructions يعني هل التعليمات دي واضحة بشكل كفاية number two dad goes a after he finished the work أكيد طبعا هنختار home هم يا ولاد من الكلمات اللي ما بيجيش قبليها حرف جر يبقى هقول goes home على طول number three when i meet my friends لما بقى بالأصحاب i a hello أكيد طبعا say i say hello أنا بقول مرحبا number four say bad things to other people يبقى هنختار never يعني اوعى تقول أشياء سيئة للأشخاص الآخرين number five my teacher said to me a safe online أكيد طبعا stay safe online ابقى آمنا عبر الانترنت سؤال read and correct number one first boils لا طبعا الأمر المزدد بنختار مصدر الفعل boil the water اغلي المية number two not touch this pan it's too hot يعني ما تلمسش الطاصة دي صخنة جدا يبقى أكيد هنقول never يعني اوعى تلمس الطاصة دي الأمر المنفي يا ولاد هنبدأوا بكلمة never number three always washing your hands before meals يعني دايما اغسل إيديك قبل الوجبات طبعا هنقول wash بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة أتمنى نكون استفادنا منه ياريت لو عجبنا الفيديو ما ننساش نشترك في القناة عشان تتابعوا ان شاء الله معايا بإذن الله كل المراجعات والحاجات اللي هنزلها ان شاء الله الفترة الجاية أشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم